مهندس محمود طاهر مساءه يا محمود بيه مساء الأنوار يا كبتن نافذك و والله زمان والله زمان اتحاد الكورى اتحاد الكورى كانت Eenم جميلة لحقيقة فى عصره زاهى بيه كان سنة كام يا محمود بيه كلام ده من 2019 al 2011 انا عدت فيه سنتين بس فى اتحاد الكورى 2009 al 2011 عدت سنتين بس فى اتحاد الكورى تقدمت باستقالتي و تقدمت باستقال و كان فيه خلاف بيني وبينك كبتن نافذك الشئ Branding في هذا التوقيت في ما يخص الرعاية والبس الفضائي وكان لينا وجهات نظر مختلفة بس أنا انتصرت في الآن إيه؟ أنت انتصرت والاتحاد خسر 200 مليون جنيه كابتن مال هو الحقيقة أنا يومها كنت في أحد القنوات وتكلمت عن حقوق الرعاية وحيك عملت فيها مجهود رهيب ما في الشك كان لينا بعض وجهات النظر وحيك كنت حابب تكسب اتحاد وهذا حقك الطبيعة كنا بندفع عن الملايين كنت بندفعك عن أنا بندفع عن ملايين البشر بندفع عن ملايين جنيهات وهذا حقك كعضو مجلس إدارة لكن في الآن انتهى الأمر باستقالة حضرتك هل استقالت لسبب أن الإعاقة الرعيمة ممشيش؟ لا استقالت لسبب الألية اللي حدثت بها انهاء مزايدة كانت تحدث لأول مرة في تاريخ اتحاد كرة القدم أن يتم اجتماع مكتب تنفيذي قبل ساعات من فتح المظاريف المالية وترسية العرض اللي كان 200 مليون جنيه وبعد كده الحقيقة المتين مليون جنيه راحوا على الاتحاد ولحد النهاردة ما نعرفش بقوا يجيبوا كام فيها لا أقل من كده بكتير